ونبدأ مع بعض حلقة جديدة ونقول يا صباح الفل والجمال على أجدع وأحلى ناس في كوكب الأرض كله إزايكم يا شباب عاملين إيه يا رب تكونوا بخير معكم خالد عبد الله حلقة جديدة وحلقة ريئة كالعادة وحلقة المردة يا سادة من سلسلة تطبيقات لربح من الانترنت المبتدئين وعايزك تحط خط تحت كلمة المبتدئين النوع ده من التطبيقات والألعاب موجه للشباب السغيرة في السن اللي عايز تكسب مبالغ بسيطة من الانترنت يعني من الآخر التطبيقات دي مش هتخليك مليونير دي تطبيقات بتكسبك مبالغ بسيطة جدا معلش كل مرة لازم أكد على الموضوع ده وبرضه بعتذر جدا لحضراتكم على صوتي وتساكل التعبان بس أنا عندي دور برد جامد جدا والله يا عظيم دور برد من مويتني ولكن لازم السلسلة تستمر زي ما انتم متعودين النهاردة إن شاء الله معنا تطبيق اسمه فانتاستيك بوني الفترة اللي فاتت كان انتشر بوت على التليجرام اسمه بوت هامستر كنت بتكسب منه فلوس عن طريق النقرو ويبود ده عمل عملة وصحابنا أرباحنا وعملنا إثبات سحب هنا في القناة التطبيق فانتاستيك بول ده بدفس الفكرة والجميل في التطبيق برضه ان هو تبع شركة جيفي شركة جيفي اللي احنا بقلنا كذا حلقة بنشر على التطبيقات بتاعتها وعملنا لها أكتر من إثبات سحب والنهاردة إن شاء الله هيكون معنا برضه إثبات سحب من أحد تطبيقات الشركة دي في كل حاجة عتكون موضحة قدام عدراتكم تطبيق فانتاستيك بول بتاع النهاردة بيعتمد تقريبا كده والله أعلم على تعدين العملات من خلال موبايلك أو ظهور الإعلانات لسه أنا براجع التطبيق مع حضراتكم فيخليك معنا نهاية الحلقة عشان يعني تعرف كل التفاصيل انت بحتاج تعرفها عن التطبيق ده وسائل السعب في التطبيق ثلاث حاجات باينانس ومن باينانس تقدر تحول لفودافون كاش وعندك بانك باير الروسي وعندك البيبال ولو انت في مصر عندك فوري لو انت برا مصر بتستخدمش فوري استخدم اي حاجة من الحاجات التانية بالمبدأ الحلقة بتاع فالنهاردة ننسانيش باللايك الجامعة تسبسكرايب الاجمال للكومنت الحلو سالة على سيدنا محمد لانه يكون شكيفة شفاك يوم اليوم ان شاء الله ونبدأ على بركة الله اول حاجة نشوف اثبات سحب لأحد تطبيقات شركة جيفي دلوقتي قبل ما نشرح التطبيق بتاع النهاردة وبرضو يا جماعة عايز اأكد عليكم ان والله العظيم الفيديو ده مش اعلان تماما فعلا التطبيقات دي حلوة وتستهل التجربة واريكوا اثبات سحب دلوقتي من تطبيق جيفي ستريمينج اللي انا شرحته في الحصة اللي فات حصة في الفيديو اللي فات تمام هروح ليلة التطبيق بالشكل ده واسيبه يحمل وبعد كده هاجي على علامة الفلوس لا انا مش علامة الفلوس والله انا نسيت دور ببرد موتني بس معلش هنضغط على العلامة الشخصية بالشكل ده وبعد كده هضغط على وزدراو حلو جدا انا هنا زي ما انتم شايفين معايا 90 سنت هسحب 90 سنت طبعا الحد الادنى لسحب الارباح من اي تطبيق تبع شركة جيفي هو 35 سنت من فوري او من باينانس انا بحب اسحب من باينانس دايما فهضغط على باينانس بالشكل ده وهضغط على كونفيرم وهنا اقول له 0.90 سنت وحط رقم البيانانس ايدي بتاعي وبعد كده هضغط على كونفيرم وبعد كده هضغط كمان مرة على كونفيرم والسحب بيوصلي في خلال تقريبا يعني 24 ساعة او 48 ساعة بالكتير تمام اضغط على كونفيرم بالشكل ده وطبعا هو هنا بيقول لي لازم تعمل كونفيرم لوشة كحال عملية بسيطة كده بيتأكد انه شخص مش روبوت يعني والارباح بعد كده او طلب سحب الارباح بيتقابل بكل سهولة يعني طبعا هروح على الجيميل دلوقتي هوريكم تفاصيل انرسال سحب قبل كده من نفس التنبيق وزي ما انتو شايفين دلوقتي ده الجيميل بتاعي اكتر من اثبات سحبه تمام 18 اكتوبر يعني خلاص من خمس ايام ده اثبات سحبه تمام بـ 48 سنت من نفس التطبيق بتاع جيفي برضو وهنا كمان اثبات سحبه بـ 2$.15 سنت واكسم بالله الدولارات دي انا اللي عملها بنفسي من التطبيق اسف لو طولت عليكم في اثبات السحب بس كان لازم اعمل كده علشان المصداقية بتاعة القناة نروح بقى نشرح التطبيق بتاع النهارده نيجي على متجر بلاي بالشكل ده ونيجي في خنت السرش نبحث عن فانتاستيك بول انا هنا كاتب اسمه فانتاستيك لا مش فانتاستيك بول فانتاستيك بيت تمام الله العظيم البرد بضمرني يلا ما عليش استعملوا لي بقى فانتاستيك بيت تمام هو ده التطبيق زي ما انت شايف تقييم التطبيق 4 و 5 من 10 وعدد التحميلات 100 الف تحميل تعالى كده في نظرة سريعة نبص على تعليقات الناس اول واحد كداب ان شاء الله تاني واحد تطبيق رائع تطبيق جميل رائع لسه بجرب ممتاز نعم جميل تطبيق لا ارى في شيء ممتاز كويس يعني كده تعليقات الناس برضه كلها متنقضة كالعادة المهم اناعمل التطبيق نستول بشكل عادي ونضغط مع بعض على كلمة فتح وطبعا من المفترض ان التطبيق عندك هيفتح بواجهة تسجيل الدخول وطريقة تسجيل الوحيدة هي عن طريق جوجل ولكن انا عشان جود نمسجل قبل كده الابليكيشن فتح معايا على طول دي الواجهة الرئاسية للتطبيق اللي هتفتح معاك ان شاء الله بعد ما تسجل حساب خلينا الاول كده نروح للوالد بتاعتنا ونشوف ايه طرق السحب المتاحة دي الوالد بتاعتنا تمام زي ما انت شايف هنا عندنا برضه فوري وعندنا باير وباينانس وشوية حاجات تانية وعندها تحت كمان بانك باي بال للناس الموجودة خارج مصر تمام تمام الدنيا سهلة كده شفنا طريق سحب الارباح والحد الادنى برضه 35 سنت زي ما احنا متعودين نشرح طريق الابليكيشن لان انا مش عارف الابليكيشن ده بصراحة بيعتمد على ايه الطريقة الرئيسية ان انا بتضغط على بلاي بالشكل ده بتضغط كمان مرة على سابمت هلو قوي كده بيبدأ يزهلك اعلان استنى لحد ما الاعلان يخلص وده اول اعلان اشوفه في التطبيق انا محمل التطبيق قال لي يوم وعمل بجربه ده اول اعلان فعلا اشوفه تمام استنى عليه شوية حلو جدا هلغي كمان الاعلان ويبدأ هنا اللعبة معايا ومش مطلوب مني اي حاجة المفروض ان انا حتى بضغط كده اه هو في اعلانات شغالة في الخلفية هو فوق لو انتم ملاحظين معايا الرصيد بيبدأ يزيد يعني انا مش بعمل اي حاجة في اعلانات سامحها في الخلفية تمام والرصيد فوق بتاع العملات بتاعي بيزيد مش مطلوب مني حاجة تانية المفروض ان نسيب الصفحة دي شغالة وهو عيبدأ يكسبني ولكن برضو هي الفكرة مش منطقية اوي انا مش مقتنع بيها كخالد تمام خليه متفقين هل التطبيق بيعدن هل بيعتمد على صورة الاعلانات بس ولكن في ارباح فوق فعلا بتزيد اه المفروض انك بتضغط يعني هو بيقول لك اضغط تضغط وبتكسب وفي اعلانات شغالة في الخلفية ودي التطرير الاساسية علشان تكسب من التطبيق ولكن هنا انا مش عارف هو بيعتمد على تعدين العملات من خلال الموبايل بتاعي ولا على ظهور الاعلانات بس في اعلانات شغالة في الخلفية كده كده هل هو بيعتمد على التعدين ولا على ظهور الاعلانات وانا قرأت عن التطبيق برضو مفيش حد فاهم في المحتوى الاجنبي لان التطبيق في المحتوى العربي لسه متشرعش فاحنا مش فاهمين لسه النقطة دي ولكن ده هو بيعتمد فعلا على التعدين وانا اكتشفت الموضوع ده فمحدش يشتغل على التطبيق لان التعدين مع مرور الوقت ممكن يبوز عتات في الجهاز بتاعك خصوصا ان الموبايل كده كده بيكون العتات بتاعه ضعيف من زي اكست الكمبيوتر وكروت الشاشة الارتي اكس والجي تي اكس وما الى ذلك فاحنا لحد دلوقتي لسه ما اكتشفناش الموضوع ده ولكن فيه علامات في الخلفية لكده بنسبة كبيرة هو بيعتمد على الاعلانات خلانا شروح بقية الطرق الموجودة في التطبيق والطرق المتبقية في التطبيق علشان تكسب منه نضغط على علامة الهدايا بالشكل ده تمام؟ استنى شوية اده اجاب لك هوت اوفر زي ما احنا متعودين والشركات الاكمال العروض عندنا التاب جوي بتاعت الاستبيانات وكذا لعمة تانية تابعة على شركة جيبي برضو على سبيل المثال لو ضغطنا على تاب جوي بالشكل ده تاب جوي حتى فيها مشكلة طب ننغس على بتلابز فتحت معنا ايه وبقرأ عن استبيانات بسيطة انت بتحلها شوية اسئلة بتجواب عليها وبتاخد عدد معين من النقاط ولكن هو حاليا تقريبا ما فيش استبيانات في عروض بس العرض ده على سبيل المثال لو حملته هتاخد 346000 عملة ولكن طبعا الموضوع مش بالسهولة دي يا جماعة بيكون في شروط للعروض دي فتأكد منها كويس جدا والطريقة اللي بعد كده هي عن طريقة دعوة الاصدقاء وكل صديق عددخله الابليكيشن وعتكسب منه يعني عيخش الابليكيشن وعمل تفعيل الاميل بتاعه هتاخد 10 سنت ويتأكده ان هو شخص ولكن الطريقة دي بتاخد وقت كبير جدا بصراحة علشان تكسب منه بلس 20% مدى الحياة ليه بتاخد وقت كبير لانهما لازم يتأكده ان هو شخص ويسحب اول سحبة من التطبيق فمش هتكسب منها برضو غير لما صديقك يسحب من التطبيق تاخد العشرة سنت بتوعك معلش دي امانة لازم اقولكو على كل حاجة في التطبيق مفيش اي حاجة تانية في التطبيق تتشرح تقريبا انا كده شرحت كل التطبيق وشرحت لها بكل الدنيا على بقى دلوقتي اقولك راي في التطبيق زي ما احنا متعودين وبكل امان بص بقى اول حاجة كده التطبيق صادق وعلى دمانتي الشخصية ولكن احنا فيه حاجة واحدة عايزين يتأكد منها هل التطبيق فعلا بيعتمد على التعدين لو بيعتمد على التعدين واناكتشفت ده هعمل لكم حلقة تانية واناكو بعيدوا عن التطبيق ده تماما علشان الاعتاد بتاع الموبايل ولكن اللي انا شايفه دلوقتي عارة الجهاز مزبوطة وما فيش اي مشكلة فعلا لاتشغالة في الخلفية فهو بيعتمد على ظهور الاعلانات فما فيش مشكلة مع التطبيق حلقة الجهة ان شاء الله هتكون عن حاجة غير سلسلة الربحة من الانترنت يعني التطبيقات البسيطة تشوف الموضوع التاني كده ايه نتكلم عنه ممكن نتكلم مع الايباد قبل الجديد مسلا هنشوف هنشوف يعني شوفكم في فيديو جديد صباحكو زي الفل